مع دخول الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهره السابع، يبرز صراع ضد الجوع والأمراض والأوبئة بتداعيات مخيفة، حيث كشفت منظمتها الصحة العالمية واليونسيف، إن عدد الأسر التي تعاني جوع في السودان قد تضاعف. المنظمتان التابعتان للأمم المتحدة حذرتها في بيان صحفي من أن 700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما يحتاج 100 ألف طفل إلى علاج منقذ للحياة بسبب المضاعفات الطبية لسوء التغذية. البيان قال إن زيادة انعدام الأمن الغذائي وزيادة الهجمات والاضطرابات في خدمات الصحة والتغذية في السودان قد تحصد أرواح أكثر من عشرة ألاف طفل دون السن الخامسة بحلول نهاية عام 2023 أجاري. المتحدث باسم اليونسيف قال إن أكثر من 20 مليون شخص أو ما يزيد عن 42% من السودانيين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويتركز غالبيتهم في المناطق التي تحتدم فيها الاشتباكات في دارفور والخرطوم وجنوب غربي كوردوفان. هذا التحذير المشترك جاء بعد أيام قليلة من تحذير سابق أطلقته منظمة الصحة العالمية إزاء انتشار الأوبئة مثل الكوليرا وحمضنك والحزبة والملاريا بين السودانيين في ظل عدم قدرة المنظمات الأممية والحكومية الوصول إلى المناطق المتدررة مع احتدام الصراع. يذكر إن الحرب المستعرة بالسودان منذ الخامس حشر من نيسان أبريل الماضي تسبب بمقتل أكثر من تسعة آلاف شخص بينهما لا يقل عن خمسمائة طفل ما تجوع وذلك وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة.